للمزيد ينضم الينا الآن من لندن مراسلنا جياب ابو صفية جياب أهلا بك إذن يبدو بأن نتائج هذه الانتخابات التي وصفت بأنها جاءت اختبارا لرئيس الوزراء بوريس جونسون وأيضا وصفها البعض بأنها اختبار لوحدة المملكة المتحدة المزيد معك نعم والأولى منذ تفشي وباء كورونا هو اختبار لأداء الحكومة البريطانية ولحزب المحافظين خلال العامين الماضيين نود الإشارة هنا أن هذه الدائرة الانتخابية التي فاز فيها حزب المحافظين هي انتخابات لمقعد واحد فقط بمجلس العموم البريطاني بعد استقالة النائب العمالي عن هذه الدائرة المفاجأة الكبرى أنها تم السيطرة عليها أو الفوز بها من قبل حزب المحافظين لأول مرة منذ عام 1974 هذا يشير إلى تراجع كبير لحزب العمال بعض قيادات حزب العمال وصفت هذه الخسارة بأنها ممزقة لحزب العمال كيرستارمر في هذا الصباح لم يعلق على هذه النتيجة ولكن بعض من قيادات حزب العمال طالبت كيرستارمر زعيم حزب العمال بتغيير استراتيجيته بالتعامل مع معظم الملفات يعني هذه إشارة لخسارة ربما إذا ما ذهبت بريطانيا إلى انتخابات عامة خلال الأعوام المقبلة واستمر زعيم حزب العمال بهذه الاستراتيجية فإنه سيشهد خسارات أكبر ربما من التي خسرها الزعيم السابق جيرمي كوربين في الانتخابات العامة السابقة أما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية والتي صوت فيها البريطانيون يوم أمس الانتخاب البرلمان المحلي في سكوتلندا والبرلمان المحلي في مقاطعة ويلز واختيار العضاء المجالس المحلية ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات في إنجلترا بالإضافة إلى اختيار عمدة لثلاثة عشر مدينة على الأقل منها مدينة لندن بدأت عمليات الفرز في كل من سكوتلندا وإنجلترا وويلز لهذه الانتخابات المحلية ومتوقع خلال الساعات القادمة أن نشهد النتائج الأولية والتي سنرى إن كان حزب المحافظين حقق فوزا في بعض المجالس المحلية التي يسيطر عليها حزب العمال أو أي من الأحزاب الأخرى ولكن سكوتلندا هنا هي مربط الفرز في حال فوز نيكولاس تيرجين زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي في هذه الانتخابات بأغلبية مريحة فإنها كما وعدت الناخبين أنها ستذهب إلى استفتاء آخر على استقلال اسكوتلندا خلال الخمسة أعوام المقبلة هذا ما ستحدده نتائج هذه الانتخابات خلال الساعات المقبلة نعم شكرا لك مراسلنا جيابا بوصفية كان معنا من لندن